طلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سفر نبيل مكرم تقريرا بشأن المصريين بالخارج المشتركين في أول التأمين طبقه الوزارة على المصريين بالخارج بتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمع المصرية لتأمين سفر للخارج خلال شهر يناير عام 2022 استعرض التقرير عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين حيث أشر التقرير إلى أن عدد المشتركين في شهر يناير 2022 وهو الشهر الأول لتطبيق التأمين وصل إلى 42.552 وثيقة تأمينية وكان للدول العربية النسبة الأكبر من عدد المشتركين وصلت إلى 97.78% من إجمال عدد الدول وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول وتلاها دولة الكويت الأردن الإمارات وإيطاليا